القرآن الكريم ذلك الكتاب الخالد الذي أنزله الله تعالى على هذه الأمة وبين فيه بعض معالمه منها قوله تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانِ ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم قدم القرآن للناس برنامجا تثقيفيا فريدا حيث دعا إلى البحث والنظر والتأمل والتفكير في هذا الوجود وحرر العقل من الخرافات والأساطير وفتح كل مجالات البحث وذلك من خلال رفع العصمة من كل ما صنع البشر ودليل ذلك في قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أنزله الله هدى ورحمة للعالمين تبيانا لكل شيء جعله الله كتاب عقيدة وهداية وتربية وتعليم وثقافة حوى آدابا وقيما وسلوكا تنظم حياة الأمم والأفراد في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها فيه خبر من قبلنا ونبأ من بعدنا وفصل ما بيننا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم من مزايا القرآن أن الله حفظه من التحريف أن القرآن جاء مؤيدا ومصدقا لكل الكتب السابقة احتوى القرآن على شريعة عامة للبشر فيها كل ما يسعدهم في الدارين جمع القرآن كل ما كان متفرقا من العقائد وأصول العبادات ومكارم الأخلاق في الكتب السابقة ترجمة نانسي قنقر